اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم وليؤهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تشكيل مجلس تجار حتى مؤكدا سمو ان توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تشدد على توفير كل سبل الدعم لرواد الاعمال المواطنين واندرج المجلس الجديد تحت مظلة غرفة دبي وذلك في اطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتى المنبثقة عن خطة دبي الحضرية الفين واربعين التي اطلقها صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وقال السمو رؤية وتوجيهات محمد بن راشد تركز على المواطن لا لكونه محور الخطط التنموية فقط بل المشارك في صياغتها ونجاحها واضاف حرصون على توفير البيئة المثالية للشباب ورواد الاعمال نستمع منهم ونشاركهم الافكار التطويرية لدعم منظومة اقتصاد الامارة للخمسين القادمة واكد سمو نثق بامكانة التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص النوعية وابتكار افكار وادوات ومشاريع تجارية جديدة تسهم في رفع تنافسية الامارة عالميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر